اشتركوا في القناة ومساء يوم السبت القمر موجود في برج الدلو في ساعات منتصف الليل او ما بعد منتصف الليل اول دخولنا في يوم الاحد القمر راح ينتقل لبرج الحوت عشان هيك القمر الان موجود في منزلة المقدم وهيها للخير والثبات والسلامة والمحبة وهيها منزلة نقدر نحكي شوي فيها نوع من النوع الايجابية ساعة ستة وثمانتاشر دقيقة من صباح اليوم الاحد بانتقل القمر وبصير في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرب وبما ان القمر راح يكون موجود في برج الدلو في موعد بث الحلقة اللي هو يوم السبت ليلة السبت على الاحد هذا بظل عنا ان في عنا هيك شعور بالحاجة او بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا وبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة او ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء اجهزة اليكترونية او تجربة طعام جديد في زاوية الان بتتشكل تاثيراتها بدأت من ساعات العصر وهي زاوية التثليث الايجابية اللي بين القمر وبين الشمس وهي ذروتها ساعة ستة وتسعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ذكرناها احنا في حلقة الامس قبل خلو المسار وهي الزاوية بتخلينا نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وبنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء وبنتجه لتغريب العقل وبنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار حكينا انه رح يبدأ الساعة ستة وتسعة واربعين دقيقة مساء من مساء الليلة اللي هي ليلة السبت على الاحد وبيستمر حتى تمام ساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر في برج الحوت اللي 11 مساء من مساء الليلة السبت طبعا بتوقيت جرينتش اي كل دولة بتزيد ساعات على حسب الفارق عن توقيت جرينتش احنا بالاردن من الفارق ثلاث ساعات يعني الساعة واحدة بعد منتصف الليلة القمر بصير انه انتقل لبرج الحوت عشان هيك الفترة هاي اللي هي فترة ما بين الساعة ستة وتسعة واربعين دقيقة مساء لغاية الساعة 11 بتوقيت جرينتش هاي فترة سلبية اسمها خلو المسار هذا بيعني انه الفترة هاي لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في فترة خلو المسار حكينا انه في ذروة لا زاوية بطيئة هي زاوية بين الزهراء وبين زحل وهاي مستمر تأثيراته لغاية يوم 21 ستة طبعا هاي الزاوية هي سبب بانقطاع العلاقات العاطفية الضعيفة الى غير رجعة في هاي الفترة طبعا فترة ضاغطة وسلبية بشكل كبير على المستوى العاطفي والمشاحنات وسوء التفاهم ما بين الاحبة الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش القمر بانتقل وبصير في برج الحوت يعني اغلب الساعات ما بعد منتصف الليل بيصير القمر موجود في برج الحوت وطيلة نهار يوم الاحد فعشان هيك الفترة هاي تلعب الناحية الروحية دور بارز في حياتنا ونشعر شوي بالضياع لانه وممكن انه ما مننجح في التركيز على موضوع معين نتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين وقسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة ممكن انه بعض الاشخاص يقعوا في حبائل الغرام بشكل مفاجئ وبرضو هاي الفترة ممتازة زي ما حكينا للتأمل والصلاة والطاقة واليوغا والامور هاي والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور اقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاوية اللي هي زاوية التزديس الايجابية بين عطارد وبين المشتري وهي تأثيراتها لغاية يوم اثنين وعشرين ستة وعادة عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات بشكل كبير عند البعض اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وتأثيراتها لغاية بكرة لو عشرين ستة بتجعل بعض الاشخاص يعيشوا في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن او البواخر او مشاكل الها علاقة في هاي الامور وبيزيد نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة او التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطفونات وفي بعض الدول ممكن يصير فيها مشاكل لها علاقة بتسرب غاز او حوادث لها علاقة بالبواخر والسفن او بالغاز وحوادث تسمم جماعي وكذلك ارتفاع في اسعار النفط او مشاكل في هاي السلعة تحديدا يعني اي شيء سائل في مشاكل بالفترة بالنسبة الى الامور اللي بتتعلق بالزوايا مع القمر اليوم طبعا في عنا اول زاوية الزهرة ونبتون وهاي اللي بدأ تأثيرها من يوم 17-6 ورح يستمر تأثيرها لغاية يوم 20-6 طبعا اليوم ذروتها ساعة اربعة وست دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني طيل اليوم هاي اليوم بقوتها كاملة وهاي اللي بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لا الا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين عطار الدهاي رح يتكون الساعة 8 صباحا بتوقيت جرينيتش تأثيرتها من ساعات الفجر او من ساعات الصباح الباكر بعد الانتقال وبتستمر معنا تقريبا طيلة اليوم بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية طبعا مساء اليوم السبت بطت الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية بعد منتصف ليل السبت على الاحد بتصير الاعضاء الاكثر حساسية القدمان اصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الهرمون المسكن للألم بصير فيه مشاكل فعشان هيك في هاي الفترة الناس بتشعر بالألم اكثر والميتالونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم فهذا برضو بصير فيه مشاكل عشان هيك في الفترة هاي بصير ارق اكتئاب قلة في النوم ازعاجات او حتى الاحلام اللي بتيجي عشاك الكوابيس بالنسبة للأعضاء هاي اصبحت هي الاكثر حساسية عشان هيك لازم نوفر لها عناية اضافية لا ينصح اجراء عمليات لهاي الأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل ولكن اي عضو اخر اليوم مناسب للعمليات الجراحية هاي الفترة طبعا ما زال يعني لغاية بكرة لا يتحسن وضع الزهرة ولكن هاي الفترة مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة التجميلية اللي هي زي تعريض الفك او عمليات القص الجلد او الاشياء هاي لا تصلح اه طبعا اه ما باهم او الانف تحديدا لا تصلح هاي الفترة لانه الزهرة زي ما حكينا النحيسة فعشان هيك مش انه ممكن انه يعني نقول انها سلبية جدا ولكن انا بنصح بعملية التاجيل خلوها لبعد واحد وعشرين بكون افضل وبتكون النتائج افضل للكم هذا اليوم اه يصلح لازلة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود في برج الحوت فاخلوه المسار القادم رح يبدأ يوم الثلاثاء واحد وعشرين ستة في تمام الساعة ثلاث وعشر دقائق صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عشرين يوم في تمام الساعة عشر وحد عشر دقيقة مساء بيصبح واحد وعشرين يوم نسبة الاضاءة بتصير اليوم خمسة وستين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة طبعا سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الان في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة خمستعاش في المية في ساعات العصر بيصير منتحس بنسبة عشرة في المية اما بالنسبة للقمر فهو الان موجود في الدلو في ساعات ما بعد منتصف الليل بنتقل للحوت ورح ينكث في برج الحوت لغاية يوم 21 ستة طبعا هو الآن منتحس بنسبة 75% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% لغاية ساعات المساء وهو بنحاسة في أول ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 10% عطارد في الجوزاء حتى يوم 5 سبعة طبعا نسبة ساعته 70% الزهرة في الثور حتى يوم 23 ستة لآخر يوم هو منتحس بنسبة 40% المريق في الحمل حتى يوم 5 سبعة سعيد بنسبة 15% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة تقريبا 30% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% قرانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% وابلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بيظل النشاط عندكم على المستوى الاجتماعي وعلاقاتكم بالأصدقاء والمناسبات الاجتماعية وبعض الاتصالات ولكن بدأ الإرهاق يتسلى للكم نوع من أنواع الضغط تشعر أن طاقتك بدأت بالنزول من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات منتصف الليل من بعد ساعات منتصف الليل لأن القمر رح يوصل لبيت متعبك فرح تشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم بتكونوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وتحاولوا أن تخلدوا للراحة أنتوا في أضعف وأقل أيام الشهر حضا فما ترهنوا على الحضوظ أبدا وحاولوا أنكم ما تحسموا أي أمر بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب وحاولوا أنكم يتوقعوا أن يكون في نوع من أنواع الفوضى أو التأخير أو الخسارة خلال هاي الأيام فعشان هيك ما تتخذوا أي قرار حاسم اصبر هاليومين هذولا بعدين الأجواء تنعكس وبتصير لصالحك برج الثور طبعاً بدكم تحافظوا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم بالمسؤولين واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وفي نفس اللحظة حافظوا على سمعتكم بعد ساعات منتصف الليل بتنشطوا وطيلة نهار يوم الأحد بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أو أحدهم أطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك اليوم في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران فلا تبقى وحيد وحاول إنك تخرج للقاء الناس لجواء داعملة إلك وقوية على المستوى الاجتماعي فعشان هيك لازم استغلالها برج الجوزاء من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل اللي عنده امتحانة وعنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض حتى أثناء قيادتكم للسيارة على الشوارع المفتوحة بدكوا تنتبهوا الأجواء جيدة ما زالت على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والاجتماعات كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل منجد أنه في بعض الضغوطات صارت علينا بتتركز بالعمل فعشان هيك بصير من بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الأحد بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل تقدروا تقدموا أفضل ما عندكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا نوع من أنواع التقدم أو مفاجأة ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان الاهتمام كله ما زال موعد بث الحلقة الآن هو إلو علاقة بالأموال إما تفحص حساب مشترك أو علاقتكم مع شركائكم ماليا أو الأموال المشتركة بنك ضريبة، تأمين ديون، مطالبات بالحقوق، ترتيب وضع مالي أهم إشي أنكم تنعوا عن أي خطوة مالية أو قرار مالي جديد في ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الأحد الأجواء رح تنقلب تماما لصالحكم فبتصير الفترة هاي مناسبة للأشخاص اللي بيعملوا اتصالات بعيدة أو اللي هم تعامل مع أجانب بتنجحوا بالسفر والاتصالات وبترغبوا في التفاهم مع الأحبة برضو يوم ممتاز على مستوى الامتحانات أو مناقشة رسالة أو حتى الترويج لشيء علمي أهم مش أنك ما ترتجل أي عمل وما تستخف بالواجبات فالأضواء مسلطة عليك اليوم بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية وهاي فترة مهمة جدا لازم تستغلها لأنها لصالحك برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف ليل السبت على الأحد بظل اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركائكم سواء الأزواج أو شركاء المال فالأجواء جيدة للتعزيز العلاقة وتوطيدها والمصالحات وغير مناسبة للمشاكل والحدية طبعا في ساعة ما بعد منتصف الليل التركيز كله بصير على الأمور المالية بخف الضغوط عليك وبصير فيه نوع من أنواع النشاط فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاضروا إهمال نقاط إدارية وقانونية خلال هذا اليوم أنت بحاجة أنك تستشير ذوي الخبرة في بعض المسائل وممكن تعالج أمور مالية أو إرتية أو تنشغل بتخليص معاملة رسمية أهم شيء أنك اليوم ما تتذمر على مسمع من أحد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بدأت الضغوط تزداد عليكم طاقتكم ضعيفة وبدأ يعني نوع من أنواع الجهد أو تجد أن الأمور ما بتصير معاك مثل ما بدك في نوع من أنواع كأنه شيء بعندك من الآن لساعات المساء مواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا إلى عمل جديد نظم وقتك بشكل جيد من ساعات ما بعد منتصف الليل هنا بتبلش الضغوطات تزيد بتتركز جهودكم نحو تدعيم شركاتكم سواء في العمل أو في العاطفة ويوم مناسب أو فترة مناسبة للتفاهم مع شركاتكم ولكن سبب الضغوطات اللي حكيت عنها أنه القمر صار مقابلك تماما فهاي فترة صعبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية فعشان هيك بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر فبدك تحاذر من المشاكل على أنواعها فتعتبر هاي الفترة من أصعب أيام الشهر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف ليل السبت على الأحد بتظل العاطفة قوية عندكم وبتميلوا للتقرب من أحبائكم والتجاوب معهم ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم عليهم أو تنتقدوهم لأنه الجو حساس شوي في ساعات ما بعد منتصف ليل السبت على الأحد وطيلة نهار يوم الأحد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فعشان هيك بتحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم بيصير هذا اليوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتاكي من بعض الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم شيء إنك ما تأجل عملك ما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية اطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة هاي الفترة تعتبر مهمة جدا فلازم تهتم برضو بسلامتك الجسدية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر صار موجود هو موجود الآن موعد بث الحلقة في البيت الرابع فالعلاقة بالبيت والعائلة والعلاقة بالمسكن بالعقار بالاهتمام بتصليحات أو مشتريات أو شؤون عائلية أهم شيء إنكم تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن ولغاية ساعات منتصف ليل السبت على الأحد ما بعدها وفي ساعات الصباح والنهار من يوم الأحد بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتبعث على البهجة والإنشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني فعشان هيك بدعوك للإبكار في نشاطاتك وعدم التلك حاول أنك تحضر بشكل جيد لعملك ما ترتجل بتطلق مشاريع جديدة وبتطلق إجابات أو إشارات مهمة اليوم ابتسم لأن الحظ رح يكون كل ما اقتربنا لساعات العصر كل ما صار أفضل ولجانبك أكثر على المستوى العاطفي الأجواء ممتازة جدا جدا بالنسبة للحضوض صحيح أنه هذا بيت الحظ ولكن في ساعات الصباح ما تبالغ بحضوضك برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض انتبهوا برضو أثناء قيادتكم للسيارة بالشوارع بين المدن بدك تكون يعني تمسك أعصابك أثناء الحوارات والنقاشات لأنه سهل جدا أنك تعصب وخصوصا هذه فترة كله مسار من ساعات ما بعد منتصف الليل اللي هي منتصف الليل السبت على الأحد وطيلة نهار يوم الأحد بغسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم مش إنك تلطف الأجواء تفادي لأي أزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد ممكن نشجعك القمر على تكرار المحاولات اليوم اللي كان صعب إنها تصير يعني أول مرة ما مشت معك ثاني مرة بتمشي معك بسكرر المحاولة اللي كل ما اقتربنا لساعات العصر أكثر ترتفع نسبة الحضوض بشكل كبير برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بتكو تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة بتكو تخففوا من النفاقات تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو التبذير طبعا لأنه القمر مازال موجود في بيت المال وفي فترة كلوم مسار ما تتخذوا قرارات حاسمة على الأمور المالية في ساعات ما بعد منتصف ليل السبت على الأحد بعديها ونهار يوم الأحد بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات وهي فترة مناسبة للقيام بنزهة قصيرة أو بتقدروا تعززوا العلاقة حتى مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات المشاركة في المؤتمرات الندوات النقاش الحوار الإقناع وبتنجحوا بطرح أي موضوع حساس وبتقدر تقدم على عمل مهم اليوم بيلفت الأنظار والإعجاب برج الدلو بما أن القمر ما زال موجود عندكم لغاية ساعات منتصف الليل فأنتو اليوم عندكم نشاط عالي جداً برضو معهك عشان فترة تقولوا مسار لا تبادروا بأي عمل جديد بل واصلوا أعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل وضبط الأعصاب وعدم التدخل فيه شؤون الغير هو المطلوب في ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الأحد بتحصلوا الفترة هاي ممتازة على مستوى تحصيل مبالغ من المال وإدخال تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو نوع من أنواع الدعم أو التكريم أو أموال لإلكوا بتستردوها تقدروا تبحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضعكم المالي بتستعيد ثقتك بنفسك أكثر أهمش أنك تحاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر اليوم بعض المصاريف الغير متوقعة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات منتصف ليل السبت على الأحد فهاي فترة اللي هي من بث الحلقة لمنتصف الليل فترة ضاغطة بظل التعب مسيطر عليكم حتى هذه الساعة فعشان هيك حاول أنك تمشي هاي الفترة على خير صحيح الضغوطات بلشت تتخف طاقتك بلشت تستردها أنت بطاقة أعلى ولكن بعد منتصف الليل بتبدأ وفترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود فبوسع كل مبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم ممكن تعززوا معنوياتكم من جديد وتتحمسوا للمبادرة ولا إدخال تعديلات على حياتكم هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجئة أو خبر سار أو استعداد لورشة جديدة تعتبر أنت داخل على مرحلة أو على فترة هي أفضل أيام الشهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء